رسالة روسية مباشرة لتركيا قبيل انعقاد قمة بوتين واردوغان طائرات الاحتلال الروسي استهدفت بغارات جوية معسكرا لفصيل الحمزات المنضوي ضمن الجبهة السورية للتحرير في قرية براد قرب عفرين لتقتل وتجرح العشرات الاستهداف جاء بثلاث غارات جوية على هدف يبدو انه معلوم ومدروس ومقرر مسبقا لطائرات الاحتلال على الفصيل الذي يعتبره ناشطون من الاقرب لانقرة مراقبون قالوا انه ليس مستغربا للتصعيد الروسي قبيل انعقاد اجتماع السوتش المقرر في التاسع والعشرين من الشهر الجاري وانما الغريب ان تطال الغارات مناطق في درع الفرات وغصن الزيتون فيما رأاه اخرون اصرارا من روسيا على نقض التفاهمات والاتفاقيات بينها وبين تركيا ودعمها لارهاب ميليشيات اسد وقسد استهداف المعسكر جاء في وقت صعدت فيه ميليشيا اسد والاحتلال الروسي القصفة والغارات على قرى وبلدات في ادلب ومن الواضح انه لن يتوقف الى ان ينتهي اجتماع الطرفين مع ما يحمله من مخرجات دون تطلعات كبيرة من الاهالي في الشمال السوري بعد ان خبروا مرارا تلك الاجتماعات وما نتج عنها من خسارات على الارض كان اخرها انسحاب الفصائل من معرة النعمان وكفرنبل وسراقب فهل ستتجه انظار الضامنين الى جبل الزاوية ام ان مفاجأة جديدة ربما تنعش امل الاهالي في عودة قريبة لقراهم وبيوتهم المحتلة